انه شوفيه يا دكتور احنا طلعين من شتا او احنا نتجاوب الليل لسا برد لكن الصبح بيبقى حار فالناس تيجي تقولك لأ انا برجع من الشتا فعلا زي ما خليك بتقولي المنظر العام ما بيبقاش حلو تحس ان جلدها فعلا فيه كشور يعني تحس ان هو فيه اشتاة ده خارجية ما هي دي بقى اصل اللي بيحصل يا ترى دي ليه علاقة بالشتا اه لا علاقة بالشتا اللي بيحصل ان التغذية بتاعت الجلد بتيجي عن طريق الوعاية الدموي الوعاية الدموي الشعرات الدموية الطرفية اللي على بقى سطح الجلد بتشوف السقعة تقوم تنقبط تقوم يقل التغذية لسطقات الجلد الخارجية خالص تقوم تموت دي فعلا بيحصل كده اه يحصل شفر يعني يعني انقباض للقواعات دموية سطحية اللي شايفها السقعة يقوم الدم الواصل للتغذية والرينيو يعني التجديد البشرة بيقل فتلاقي الجلد ماتت الخارجية وعشان كده فيه ستات او رجالة او اي حد لما يجي يقلع هدومه يعمل كده يلاقي فيه بودرة اه ده بيبقى على الفنتران بتاعكم اه ايوا بالظرر البودرة دي جلد ميت يعني جلد على سطح الجلد مات فبالتالي بيقدر يقدر يعمل تغيير دوت لغاية ما تخش الصيف فالحر يرجع العواية ده موتة بالانتفاخها يوم انتفاع الدم بيرجعتين اه وعشان كده الشتاء بيعمل دراينيس اكتر وعشان كده حسية الاطفال او جزيمة الاطفال بتزيد في الشتاء بتزيد في الشتاء لان بيحصل جفاف جلد فبتزيد وعشان كده اللي عنده حاجة زي كده في الشتاء ممكن يقل الاستحمام في الشتاء يحط مرتبات مهمة جدا المرتبات اللي بعد الشاور مهمة جدا اللي هو البادي ميلك او غيره او غيره لازم اعمل سوزنج للجلد او ترطيب للجلد او البول خصوصا اللي عنده الحكاية دي في حاجة تاني مرضو بتحصل في الشتاء برضو اللي لها علاقة بالاوعية دموية الرينوز او ظاهرة التورم الاصابع او الاطراف او الحاجات دي برضو كل دي اوعية دموية او تشققها يعني تحسينها او التشقق بالجفاف تبع الجفاف تبع الجفاف دي بتلاقاهاش في الصيف مسلا لان الوعية دموية في الصيف منفوخ اساسا يعني متسع متسع لكن في الشتاء بيحصلوا انكماش انكباط انكباط اعم يعني زي عشان كده اللي بيحصل له اللعبة الكور او اي حد بيترومة او خبطة بنحط تلج عشان النزيف اللي شغال يقفل يخلي الوعية دموية يقفل هو ده الغرض من انا بحط تلج لما يحصل كتبة طب احنا بقى في السيوم زي ما احنا بنقوله في رمضان وعايزين نقول للناس نصيحة انها تكمل بقى زي بقية الشهر وبالذات ان دايما احنا خارجين زي ما حضايك قلت من شتاء محدش بيشرب مية عشان ندخل الحمام كتير والكلام ده كله نعمل ايه الترتيب بس الجلد السطحي ان احنا نعمل مرتبات هو ده كافي يعني مرتبات وشرب المية مهمين طبعا في حاجات للصحة العامة والجلد منه ما هو جلد جزء من الاعضاء طبعا يعني مثلا اذا قلنا السكر وكذا كذا بيباوز حاجة في الصحة العامة طب ما يباوز الجلد بالمرة يعني السكريات الزيادة يا دكتور ليها تأسير على الجلد؟ على الصحة العامة والصحة العامة تأسر على الجلد يعني بطريقة غير مباشرة يعني مثلا واحدة عنده السكر طب ما السكر هيعلى هيقلت بانعته هيقلت هيضع في الاوعاء الدموية هينعكس على الجلد في الاخر ايه ظهور الحبوب الكتير يا دكتور يعني كتير يقولك ان لما باكل شوكولاتات او حلويات وبزات في رمضان لما باكل بقى القطايف والحاجات اللي هي كلها سكر دي ممكن تنشط الغداد الدهنية شوية فالغداد الدهنية هي لما بتطلع زي حب الشباب كده يبقى نشاط من الغداد الدهنية لكن هي لها علاقة بالسكريات برضو يعني هي لأ احنا كنا زمان كنا زمان بنقول في نظريات اختلفت دي اللي عنده حب الشباب ما يكونش كذا وكذا 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 وفي نظرية تانية قالتك ولا فرقة لكن اللي عرفها لان كل عيان مختلف عن التاني في الاستجابة على فكرة يعني مش شرط مثلا لو يأكلش خلطة يعني طبيعات جسم مفاعمة اه طيب طبيعات جسم والدلع اللي كان اللي بيأكل فرغلة ممكن يهرش والتاني يأكل فرغلة اه طيب وموز اه فاذا دي بتبقى individual variation او اختلاف طباع الشخص وعشان كده انا دايما بحط الكورة في ملعب العيان يجي يقول لي ما كلش هي يا دكتور اقول له شوف الحاجة اللي تعملك مشكلة انا اديك احتياطات بس مش معنى كده الاحتياطات تاخدها قدناها تاخدها امر المسلمين الاطفال ساعات بتروح لدكتور الاطفال يقول له ما تأكلوش كذا وكذا ونبعد عنه كل الحاجات دي كلها ويقول تضح ان ماندوش حسية من ولا وحدة منه طب ما انا اجرب يعني مثلا اه والله كان شرب لبن وحصل له حسية اه يروي الروح اللبن كان الفراول وحصل له حسية بلاش الفراول يعني تغضبانك فاذا الموضوع موضوع اه ان انا اجرب واشوف يعني النظرات دي مهمة جدا وما اخدش الحاجة مصبطة في الممنوعات الا لو كان بنا سنوعد عندي السكر اه ممنوع عليه كذا وكذا وكذا او بكميات بسيطة او حاجة زي كده وبعدين قبل ده كله لازم نشوف الصحة العامة بتحتاج ايه جسمك بحتاج ايه الاوفر يعني ما تكبطرش مقود من كل حاجة بس مش لازم حاجة تبقى واخدها الصرح بتاع حالي اه بالزبط كده انت تاخدها بكميات طب ليه دكتور احنا في شهر رموانداني الكريم دايما لا ما بناكلش مخليلات بقية السنة بس بنيجي في الشهر ناكل شطة تقوس اه شطة ومخليلات بيقولك ده اللي بيفتح للنفس مع الاكل علشان خاطر احنا بنبقى صايمين والوهدة ما بيجي حتى يأكل حاجة صغيرة بيجمع فنفتح نفسنا ان يكون مخليلات وشطة وبرضو تأثير الشطة عن جلبك لا طبعا المواضيع بتاعت المخليلات والكلام ده هي ممكن عادية يعني كنت تستقبل رمضان بحبة كريتيريا ولو تشالت منها الحاجات دي انت تحس ان رمضان تلخبط في بعض البيوت كده تبتدي تخلل المخليل قبلها مثلا بشهر ولا شهرين ايوه بتاع رمضان بتاع رمضان او مش هعرف ايه اه يعني يا ريت نهتم بدل ده السلطات والجرجير ومش عارف ايه والقص احسن فعلا حاجات دي يعني دايما انت حضيرك علمتنا اه الاكل فعلا بيأثر على جلدنا وبشرتنا بس مش بالنسب اللي احنا مش بالنسب لا يعني مثلا انا اقول لحضيرك حاجة في رمضان احنا تربيزة واحدة اللي ضغطه عالي واللي عنده سكر واللي كذا هيتضرر لانه هيكل زي الكل وفيه جزئية صغيرة ما بتتضررش بحاجة اللي مالسل صغيرين 18 20 لكن فيه ناس ممكن تكون عندها مشاكل وهتضطر تاكل معاك فاخدت الضرر طيب نيجي نقول نخلي دول الاكل مناسب لدول التانيين هيتضرروا فعشان كده الاكل الصحي اصول العائلة يعني تتعود عليه هينفع الكبير وهينفع الصغير هينفع اللي عنده يعني واحد عنده ضغط ما يكلش مكلم يعني ضغطه يعني الواحد اللي عنده سكر ما يكلش حلويات حلويات حاجات كتير جدا لازم تكون في بداية المعرفة بالحياة يعني مش هنتعلمه واحنا عندنا 40 50 سنة بس هي دي بيقولك مسئلة تعود يعني فعلا زي ما حديك بتقول لو ربينا الاسرة كلها يعني الاسرة كلها تمشي عن رضا مخدق صلطة وخضار تبعت عن مقرمشات تبعت عن السكرات هيتربوا على ده حتى الطعم كمان مش هي يعني مش هيبقى بالنسبة لهم حاجة حلوة او حاجة انها ناخدها كرفاهية لا تبقى حاجة ما نحبهاش اساسا لا احنا مشكلتنا ان احنا بنعتبر ان الادمان اسوء حاجة معان العادة اسوء منها يعني العادة مثلا ايه السجار عادة المخللات عادة السكريات عادة كل دي عادات احنا تعودنا عليها فبالتالي ان احنا تعودنا وعشان كده تلاقي فيه ازمات بتحصل في الشباب حتى يعني اعملي سيرفيه يعني انا شغلتي في حاجة اسمها ده اسمه والايزتوريتونين بتاع الحب الشباب لازم بعمل تحليل كابد وكوليسترول طبعا كل يخاف في شاب عنده 16 سنة ووظيف الكابد لا كل السرور هو العالي اشتركوا في القناة